الحركة المدنية المصرية قبل ما نبدأ في الحركة المدنية المصرية حالياً وطلباتها حالياً خلونا نرجع شوي بالتاريخ الورى ونرجع لتاريخ نضالي طويل بدأ من قبل ثورة عربي وتحديداً بعد تدخم أزمة الديون في نهايات عصر الغريو الإسماعيل وبدء التدخل الأجنبي في مصر بعد إعلان تعثرها عن سداد الديون وقتها حصل اجتماع في بيت نوقيب الأشراف في مصر استمر الاجتماع ده لمدة ثلاثة إيه انتهى بالاستعداد أو باستعداد الأعيان لجمع مبلغ مليون جنيه مصري والتبرع به لسداد أقسام وفوائد الديون المتأخرة ومراكبة أعضاء الحكومة وبالفعل وافق الخديو إسماعيل وعرفت مصر أول دستور مدني سنة 1879 ساعتها الحركة المدنية قالت أن احنا هنجمع فلوس وهنساعد في تزديد ديون مصر ولكن بشرط أن يكون في دستور مدني وبالفعل حصل أول دستور مدني لمصر سنة 1879 لكن القوى الاستعمارية ساعت بسرعة لعزل الخديو إسماعيل وتنصيب ابنه اللي بسرعة برضه قرر أنه يعطل العمل بالدستور لكن استمرت الضغوط الشعبية لحد ما نجح الشعب في عام 1900 أو 1882 في فرض دستور مدني ووقتها الزعيم أحمد عرابي كان هو قائد الثورة وقتها كمان قررت القوى الغربية التدخل المباشر وقامت بتعطيل الدستور عام 1882 مرة تانية وبعد فترة من توقف الحركة الشعبي زي الفترة اللي احنا عايشينها كده بالزبط والأحداث تقريبا شابها اللي حصلت قبل كده هي اللي بتحصل للوقتي الحركة المدنية رجعت لنضالها تحت زعامة مصطفى كامل ثم تحت زعامة سعد زغلول باشا ومصطفى النحاس باشا اللي قام بدور بطولي لحجد الشعب للدفاع عن دستور 23 اللي كان الثمرة الهامة لنضال الشعب وتضحياته في صورة 1919 بنقول المؤدمة دي ليه؟ بنقول المؤدمة دي عشان نوضح باختصار شديد العلاقة بين الحركة المدنية والدستور المفاعل اللي بينتج عنه برلمان برائب الميزانية وبينتج عنه مؤسساتهم مفروض انها كل واحدة فيهم عارفة ضرها الحقيقي داخل الدولة يعني رائب ثروات البلاد ويدرها يعني متبقاش البلد مديونة وتلاقي اخبار عن شراء طائرة رئاسية بنصف مليار دولار وحفلات النقل مهيوات وكتير من المظاهر اللي هي مظاهر بسخ ومظاهر انفاق سفيه لما كانت الحاجات دي موجودة ولما الحاجات دي تبقى موجودة عندنا دستور حقيقي محترم من جميع الاطراف داخل البلد ساعتها فعلا هنلاقي بلدنا مختلفة الامانة الفنية للحركة المدنية دلوقتي بقى عقدت ورشة في مقر حزب القرامة لمناقشة ازمة الديون في مصر تحت عنوان ازمة الديون بين عجز الموازنة وازمة الدولار كلام ده حصل بحضور عدد من ممثلي الاحزاب السياسية بالاضافة كمان الى خبراء ومتخصصين في الشأن الاقتصادي وانتهت الورشة باصدار بيان حمل بعض التوصيات قالت الحركة في البيان ان الورشة جاءت في اطار عمل الحركة المدنية على تحديد رؤيتها في مختلف القضايا وسياغتها واعداد الاوراق والملفات المختلفة تمهيدا لتقدمها ضمن الحوار الوطني وحسب البيان برضو الورشة تقسمت الى جلستين الاولى حول ازمة الدولار وادر الجلسة المهندس احمد بهاء شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري اللي اكد انه لا يجوز التصرب في املاك الدولة وحق الاجيال القادمة باللي احنا بنشوفه دلوقتي فكرة البيع الاصول وغيرها من الاشياء وقال كمان زهدي الشامي عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ان الاقتصاد المصري بيعاني من عجز ميزان المدفعات وقال ان اللي حصل في السبع سنوات الاخيرة هو زيادة في الدين الخارجي اللي بلغ حد الخطورة واكد على ضرورة رفض سياسات الصندوق التي اثبتت فشلها في العديد من الحالات والتجارب الاخرى حول العالم اما الجلسة التانية فتناولت عجز الموازنة العامة للدولة واستهل لها النائب السابق طلعت خليل من حزب المحافظين معضحا ان هناك مبادئ اساسية دولية تقوم عليها الموازنة العامة تتمثل في الشمول والشفافية والواقعية والاتصاق والترابط والمساءلة والمساءلة دي حطت تحتها مليون خط وعند تطبيق تلك المبادئ على الموازنة العامة في مصر نجد غياب الشفافية وغياب فكرة الشمول والمساءلة والواقعية والخليل ان الدين العام الحكومي وصل في 30 يونيو 2021 الى تريليون ومتين ستة وسبعين مليار وستمية سبعة وثلاثين مليون جنيه ويبلغ نصيب الفرد منه حواري 12672 جنيه وتوجد ديون اخرى على هيئات اقتصادية وديون بضمانات وزارة المالية ونصيب الفرد من اجمال ديون حتى 30 يوليو 2021 بلغ 65 ألف جنيه وربعمية وثلاثين جنيه وان الدين الداخلي بلغ حدا مرعبا بقيمة 4 تريليون ومتين 79 مليار ويصل نصيب الفرد منه 42755 جنيه كلام ده هو اللي عملته الحركة المدنية الدموقراطية وبيحاولوا على قد ما قدروا ان هم يلاقوا مخرج للأزمات اللي احنا موجودين فيها الناس بتحاول تشتغل الناس بتحاول انها تقول رأيها وعندها شوية مطالب من ضمنها برضو ان لازم بعض الناس اللي موجودة داخل السجون يخرجوا وعشان نقدر نقول ان احنا على بداية حاجة مختلفة عن اللي احنا شاهدنا الفترة اللي فاتت وبيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يقولوا للدولة بعض النقط اللي لو التزمن بيها ممكن وضعنا يتغير تماما وبعض الحاجات المهمة اللي الدولة حاليا تحس انها يعني هي بخدمها كواس جدا ان احنا علينا ديون وعلينا حاجات سلبية كتير جدا الاجيال اللي جايها هي لاتشيلها ولكن الدولة عاملة نفسها من الآخر كده عبيطة ولكن بيحاولوا على قد ما يقدروا ينبه الدولة بالأخطار الموجودة بيحاولوا على قد ما يقدروا يلاقوا حلول عن طريق بعض المختصين وعن طريق بعض الناس اللي ليها مجال أو ليها خبرة في هذا المجال